الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة السياسي كالسبت نصبت السفارة الأمريكية في البحرين قبل عدة أيام عالم الشباب اللي يسمونه عالم مثليين وبررت هذا في مقال وزعتها للصحف البحرانية بأنه دعم للتعددية في المجتمع وبالتزامن معها فعلت أيضا نفس الشي السفارة في قطر من أكثر من سنتين وأنا أكرر أن الأمور واضحة أنها تصير بهذا الاتجاه إدارة بايدن ستدعم الشدود واللي يسمونهم الأقليات بزعم التعددية في المجتمعات وكذلك ستدعم أي ثورات أو أي تمرد على الدول وتكلمنا أيضا عن أن هذا قد يكون محطة في اتجاه الضغط الأقصى اللي راح يتمارس أمريكا أو الهدف الرئيسي والنهائي اللي هو الضغط على الصين أو على روسيا أو كلاهم أقصد معا يعني في نفس الإطار أيضا قامت أمريكا مؤخرا بالضغط على الإمارات العربية المتحدة ومطالبتها بأن تفسخ عقودها مع شركة هواوي شركة هواوي هي أكبر شركة رائدة في صناعة الأبراج أبراج التصالات شركة 5G في العالم فأمريكا قاعد تضغط على الإمارات وتطلب منها أنها تفسخ هذه العقود مع عدم توفر بديل فهل يأتي دعم الشذود في الخليج في إطار الضغط على دولنا لأجل الضغط أو لأجل بتزازهم ويعني سحبهم مع أمريكا ليضغطوا مع أمريكا على الصين أم أن الضغط أمريكي على الصين وعلى دولنا في نفس الوقت أظن أن الموضوع عصفورين في حجر وأن دعم ما يسمى بالشذود ليس بجديد وتعرف أمريكا أن هذا مو من عاداتنا ولا مجتمعنا أن نتحدث بهذه الطريقة أو أن يتم رفع هذه الأعلام رسميا وعلى مستوى رسمي في دول الخليج هذا غير مقبول بتاتا لكن يراد منه كسر حواجز مجتمعية كما فعلت السفارة الأمريكية في الكويت حينما دعمت حملة مزعومة للتصدي للتحرش بالنساء لا أن التحرش غير مقبول بتاتا في مجتمعاتنا إلا أن رأينا حملة غير مقبول لا دينا ولا عرفا ولا حتى قانونا ولا في أحد يدعو للتحرش أو يدعم التحرش وكل متحرش يعاقب وفق القانون لكن مع ذلك شفنا حملة غريبة وبنات تزعموا هذا الأمر أغلبهم دارسين يعني في الدول الغربية وحتى أشكالهم لا تموت لمجتمعاتنا بصلة وإن كانوا يعني ينتمون لمجتمعاتنا لكن شفنا لهجة غريبة وحملة غريبة وتصعيد غريب جدا وكأنها يعني حملة لشيء في المجتمع أو قيادة جزء من المجتمع باتجاه معين مون بين الأمور وتكلمت وقتها وقلت ديروا بالكم ترى هذا الأمر يعني لا يراد منه منع التحرش وإنما له أهداف أخرى فلما نشوف سفارة أمريكية تدعم هذا التوجه وسفارات أمريكية أخرى أيضا في المنطقة تدعم الشذوذ على الرغم من أنه في يوم عالمي يسمونهم مثليين كان قبل يعني ما لقايي للتاريخ لكن قبل أكثر من شهر إلا أن هذا رفع العالم لم يكن بمناسبة اليوم العالمي في اليوم العالمي أعلنت للخارجية الأمريكية أنها تترك الحرية لكل دولة في العالم أنها ترفع هذا العالم وفي مطالبات كانت بأمريكا للسفارات الأمريكية بأن ترفع العالم الوزير الخارجية السابق رفض وقال لن يرفع إلا عالم الولايات المتحدة وهذه السارية موضوعة لعالم الولايات المتحدة فقط اللي هي في السفارات الأمريكية إلا أن هذا الأمر تنازل عنه وزير الخارجية الحالي ووجه السفارات بأن أي دولة أو أي سفارة أو بعثة دبلماسية في أي دولة في العالم تستطيع رفع العالم إن رأت ذلك مناسب أو يتوائم مع ظروفها وكلنا شفنا شلون حكومة الرئيس الحالي بايدن كيف وضع فيها وزير من اللي يسمونه مثليين وزير شهاد ونائب وزير متحول المتحولين هذين أعمق أو أكثر من الشهاد فواضح التوجه وواضح أن التوجه هذا يستهدف دولنا وأوطاننا وواضح أنه يراد كسر هذه الحواجز ودعمها بشكل رسمي وليس تعليق أو نصب هذه الإعلام إلا بداية لهذا التوجه الأمور أخذت منحة آخر في الإمارات تحديدا وشوفوا شنو الحملة اللي بدت بالإمارات أسمي علي جاسم الحسني أعلن أنني مثلي الجنس وأعلن تركي للدين الإسلامي وأعلن معارضتي لنظام دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم إعطائنا نحن المثليين حريتنا في التصرف والتعبير ولعدم إعطائنا حقوقنا الإنسانية من الحماية والزواج لما يطلع شخص يتحدى المجتمع وقبل الدين والقانون بهذا الشكل في دولة خارجية هذا مستحيل يكون تصرف فردي مستحيل ما يكون مدعوم ومستحيل ما يكون موجه هذا أكيد ضامن أنه سيتم الضغط للدفاع عنه وضامن أنه سيحصل على لجوء في الخارج إذا طلب اللجوء أو إذا أفرج عنه لاحقا بعد هذا التحدي سافر فرفع الإعلام ليس إلا بداية لتوجهات أكبر وأخطر وهو بداية لضغط أمريكي على المنطقة رح يستهدف مثل ما قلنا نشر ملفات فساد والمراد ليس محاربة فساد وإنما إضعاف دولنا تحت دريعة الفساد بالإضافة إلى نشر دعم التعددية التعددية بزعمهم طبعا هم يريدون دعم الأقليات وأظهرها على أنها مضطهدة وأنها تريد حقوقها أو تحتاج إلى أن تحصل على الحقوق أكثر كل هذا لأجل الابتزاز وأجل الحصول على مكاسب أمريكية وإخضاع دولنا الإمارات اللي شفنا هذه اللغة حصلت فيها وتم الضغط عليها لأجل التنازل عن شبكة 5G اللي خدتها من هواوي تم تهديدها أو ابتزازها بأن صفقة طائرات F-35 ستجمد أو تلغى في حال لم تستجيب الإمارات لهذا الضغط طبعا ما صار شيء للحين هو مجرد ضغط ويوضح وين ما الشيء الأمور يريدون ابتزاز دولنا والضغط عليهم بأكثر من ملف وكل دولة راح طلعوا لها ملف مثل ما قلنا راح يصير موضوع المثليين والنسويات والأجانب الوافدين اللي ما يحسون حقوقهم بزعمهم بالإضافة إلى الملف الكبير واللي راح يأخذ الخط العريض وهو مزاعم الفساد الفساد موجود لكن يتم تضخيمه واستخدامه لأجل إضعاف الأنظمة في الخليج هذا من زمان كنت تكلم عنه من أكثر من سنتين والأمور تسير بثبات نحو ذلك أنا ما تكلمت إلا وفق معلومات لكن كل يوم عن يوم قاعدين نشوف الأمور تسير بثبات إلى بهذا الاتجاه إلى أين ستصل يا ترى هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة